اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكانت هذه الرحلة تأخذ يعني لا تأخذ خطا مستقيما لاختصار المسافة بل تأخذ مسافة ابعث مرورا على المدن يعني تصور انهم ذهبوا من الكوفة حتى وصلوا عدة مناطق ومرورا بيتكريتس ثم وصلوا الى الموصل ومنها اتجهوا الى الشام وذهبوا الى حلب وحمام ثم يعني هذه المحطات الرئيسية الآن يعني يزيد يعلم انه قد ارسلت له بنات الرسالة كل هذه الرحلة الشاقة لماذا هذه العملية التي هي استغفال واضح وسخيف اجل لكم الله بالقول انه يزيد استقبلهم وامر باكرامهم وارجعهم الى المدينة معززين هو حتى لو فعل ذلك في اخر المراحل لكنهم رأوا ما رأوا من الذل والهوان بعلمه كل هذه المدة الطويلة واول ما قتلوا الامام الحسين بلغه الخبر البريد بريد سريع لا تتصور انه شخص واحد يقطع مسافة مئة الكيلومترات شخص واحد على شكل مراحل يسلمها الى شخص ثاني الثاني الى ثالث الى رابع باقصى سرعة حتى لا يتعب الشخص ولا تتعب الدابة انا اقرأ لكم الان من كتاب ثقاد ابن حبان قال ثم انفذ عبيد الله ابن زياد رأس الحسين الى الشام مع اسار النساء والصبيان من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله على اقتاب مكشفات الوجوه والشعور هذا هو الرواية ليس رواية الشيعية انظر اي غيرة مسلوبة لا فقط عن يزيد ودولته بل عن كل من يقول بشرعية هؤلاء ويحاول ان يبرر لهم او ان يحسن هذه الوجوه المجرمة مكشفات الوجوه اي وجوه بنات رسول الله وامير المؤمنين هل فعلوا هذا بناس كانوا اعداء الدولة الاسلامية ابدا هذا بيت الرسالة وبالحقيقة هذا ليس جديد فكانوا اذا نزلوا منزلا اخرجوا رأس الحسين من الصندوق وجعلوه في رمح وحرسوه الى وقت الرحيل ثم اعيد الرأس الى الصندوق فبينما هم كذلك اذ نزلوا بعض المنازل واذا فيه دير راهب فاخرجوا الرأس على عادتهم وجعلوه في الرمح جعلوه في الرمح واسندوا الرمح الى الدير فرأى الديراني بالليل نورا ساطعا من ديره الى السماء فاشرف على القوم وقال لهم من انتم قالوا نحن اهل الشام لاحظ ما قالوا نحن اهل الكوفة نحن اهل الشام والشام معروفة التوجه المذهبي في ذلك الوقت قال وهذا رأس من هو قالوا رأس الحسين ابن علي قال بئس القوم انتم والله لو كان لعيسى ولد لأدخلناها احداقنا ثم قال يا قوم عندي عشرة الاف دينار ورثها من ابي وامي فهل لكم ان تعطوني هذا الرأس ليكون عند الليلة واعطيكم هذه العشرة الاف دينار قالوا بلى فاحضر اليهم الدنانير فجاءوا بالنقاد ووزنت الدنانير ونقدت ثم جعلت في جراب وختم عليه ثم ادخل الصندوق وشالوا اليه الرأس فغسله الديراني ووضعه على فخذه وجعل يبكي الليل كله عليه مسيحي وهذا الموقف والناس محسوبين على أمة الإسلام كان ذاك موقفهم فلما أن أسفر عليه الصبح قال يا رأس لا أملك إلا نفسي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فأسلم النصراني وصار مولى للحسين ثم أحضر الرأس إليهم فأعادوه بقية الحلقة إن شاء الله تأتي فيما بعد والحمد لله رب العالمين